بعد نصف عام على تبوئه منصبه، ما الذي قدمه رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي للعراق؟ سؤال يطرحه العراقيون في حقبة هي الأسوأ في تاريخ العراق. صورة قاتمة يرسمها معهد بروكينغز الأمريكي لأداء الكاظمي خلال الأشهر الستة الماضية، ويرى أنه اتسم بالتقاعص عن تحقيق الوعود التي أطلقها حين تسلم رئاسة الحكومة في شهر آيار الماضي وسط ثورة شعبية عارمة مطالبة منهاء الفساد والفشل الحكومي المتواصل منذ نحو عقدين. كثيرون رفعوا سقف التوقعات في العراق بعد قدوم الكاظمي يقول المعهد الأمريكي، حيث طرح الرجل مشروعا طموحا ووضع عدة أولويات لحكومته. على رأسها سيطرة الدولة على السلاح وحماية المتظاهرين وتهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة. لكن إلى أي مدى كان عمل الكاظمي خلال هذه الفترة ملبيا للتطلعات في ظل الصخب الإعلامي المرافق له. الإجابة لا تحتاج إلى الغوص في أعماق المشهد لتحليله. فبحسب المعهد فأن أوضح مثال على فشل الكاظمي وإساءته لاستخدام موارد الدولة هو ملف مواجهة الميليشيات المسلحة المولية لإيران، لا سيما بعد اعتقال جهاز مكافحة الإرهاب عناصر تابعة لميليشيا حزب الله على أثر استهدافها للمصالح الأمريكية في العراق. لكن هذه العملية لم تنتهي بالإفراج عن عناصر ميليشيا فحسب، بل بتقديم الكاظمي الاعتذار لهم. ولم يتوقف فشل من ارتدى زي الميليشيات عن عدزه عن وقف نفوذ أذرع إيران فقط بل يمتد ليشمل استمرار وثيرة الاختيالات والاختطاف التي تطال منتقدي سياسة الأحزاب الحاكمة والميليشيات في العراق بعد أن كان شعاره الأوحد هو محاسبة قطرة المتظاهرين وفق التقرير الأمريكي. ورغم صلاحياته المتعددة يؤكد محد بروكينغز أن هناك العديد من التحديات الأخرى تبرهن فشل وعدز الكاظمي أبرزها مكافحة جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعراق وتدهور الوضع الأمني والعلاقات الخارجية. معطيات تقود جميعها إلى نتيجة واحدة وهي أن بقاء ذات الوجوه السياسية رغم تغيير حروفها لا يشي سوى بنزلاق العراقي لمزيد من التخبط والانهيار وهو ما يترسخ بقوة يوما بعد آخر في إدراك ووعي الشارع الغاضب.